وفي منصاتك المعتاد جولة في منصات التواصل الاجتماعي والبداية ستكون من صفحة مراد على الفيسبوك لديك صفحة فيسبوكية يعني فيها في عدد كبير ما شاء الله اكثر ب 25500 مشترك شعال عندها الصفحة تقريبا صفحة عندها تقريبا يعني واحد العاموس وهذا الرقم يعني أمر جميل جدا ولكن تستغلال شي شوية كدير تصاور في الميرو عندك صورة رائعة جدا ليشتناها قبلة دي للسيدة فمن لن تجذبه هذه الصورة أكيد غير بغير يشوف صورك ويشوف أعمالك والجداليات الجميلة جدا من أيام ديال الخدمة من الصباح العشية باش نرسم هذا الحيط الكبير تقديرا لجميع النساء العاملات في النسيج كنتمنى يعجبكم هذا الشيء وكنتمنى تشجيعاتكم على الانستغرام عندك أيضا كونت على الانستغرام وانتمنى الناس تتبعوك عليش الله لأن أعمالك نبيلة وجميلة وتدخل فيهم شوي ديال الفلوس نشوف أيضا بعض المنشورات هذه مثلا نورم الرسوماتي في مؤسسة تعليمية خوادي شوف السمكة كيفش خرجها قريبة للوجهك لا رجعوا لي عفاك التصوير شنو التقنيات اللي استخدمت فيها باش خرجت بهذا الرافريمان وطروادي دكشي شكرا أخ نوفل بنسبة للتقنيات يعني كيبقى دكشي كل فنان وكيفش كيخدم أنا فاشل في الرسم فمكره أنا من هذه الحلقة نستفد يعني نستفد ونعرف انه كيفش لأنه فعلا كين كين غير كتعرف دك لما كتلك يدوروا في تيرانات ديال الكورة باش كتتصورهم التلفاز وكيبانوا بحلها واقفين أنا كنت أحسابي ذلك أكيد أنا قبل كان يجيب لي الله ذلك رواقفين وكان قنقى حب السماء شو نشوف الكورة رابعا سألين ومعادة وش تفكر فمتي بحال هذا يعني أنا الحمد لله ما كان نعترف بيها ثقافت شوية في الفن يعني نوعا ما مش تلهيه فمش كنشوف الصورة بحالكة ودلفين ولا حوت ولا قرش خارج وسمكات خارجين وكأنني أمام حوت سمك وخارجين من نوع فكيفش كتدير ليها بتقنيات صوري يعني مش هدك شي كتديرو في الكمبيوتر حيث ممكن يدار أكيد ممكن وعادة تبشي الطبق عمليا ولا كتجي هكا من وحي كتجي هي صورة أولا يعني قبل أنني كنشوف صورة اللي هي ترواتي أو ممكن أنني يعني نخدم حيش شوية حمد لله كان نخدم شوية بالبرامج دي الفوتوشوب برامج دي الأخر ممكن أنني نقادل الصورة قبل وعادة نخدم عليها فكان قادلها يعني ديك الحوشة كنخرجها من الصورة نخدم لها ذاك الضل دياله بشبه يعني أنا عقارجها وكان طبق على الحيط والحمد لله يعني في الأخير كانت نجح العملية جميل جدا لن تكون يعني أصعب من تلك من هذوك الجداريات اللي درتي أكيد يعني نشوفها نوعا ما قصة هذه الصورة أنا فنان كيفي لأرسم بحرية في مخيلتي الخيال أكثر أهمية من المعرفة المعرفة محدودة الخيال يطوق العالم من أقوال أينشتاين ومن رسوماتي وهي المدرسة السريالية تهيال لا معقول تهيال لا وعي تهيال خيال تهيال التمرد تهيال جديد تهيال جنون وكما قلنا لك سيدالي رأى جنون العظمة والنرجسية كانت حاضرة في رسوماته وفي أعماله وموروثه الذي تركه أنا من أشد يعني المعجبين بالفنان سالفادور دالي لأن يعني كيفش كتشوف أنه يعني الخيال دياله شبارك الله خيال واسع متمرد متمرد يعني على الطبيعة ومتمرد على كل شيء فإحنا يعني الحمد لله أكيد أنك كتش تحاول يعني تاخد تش أنسبيرا من هذي الفنان ومن هذي الفنان ومن هذا فإن كتش تخرج في الآخير بواحد شي حاجة ديالك وبالنسبة للقصة ديالها ديالها دي فكانت في مركز ديال الدعم والتقوية فبغاوا يديروا شي رسومات فأنا قلت ليهم أنا بلص أنا ما أديروا ديالك رسومات عادي فأنا أرسم لكم شخصية اللي إن شاء الله كنت منه وأنا هتلهم يعني التشلاميذ اللي غالي يجيوا يقرأوا عندكم جميعا أنهم يبغيوا يعني يوصلوا لديك المكان ديالوغ وإن شاء الله إما يكون غير الخير وكانت منه وتوفق جميع التشلاميذ المؤسسات إن شاء الله مصطفى يعني من الأمر الضروري ربما أو حتمي أنك تدرس شخصية إنسان إلا بغايت يترسمه يعني تحتك بيه تتعرف عليه أو تقرأ عنه اللي كان بحال أينشتاين ما لا تلقاهاش الله يرحمه يعني خلصك تبحث عليه وتقلب عليه ربما اللي كي تتعرف على تفاصيل التفاصيل وبالتالي تكون دقيق في تصوير ذلك الرجل على هيئة صورة أنا حسب رأي ديالي الأخ نوفل ما كنظلش أنه من الضروري خلصك تعرفها الإنسان مزيان على الأخر فمن اللي كنت تجتمع الموهبة والهواية فضروري الصورة تطلع بعد الشكل هذا اللي كيف ما كنتشوف معي بشكل جميل جدا فما ما كنظلش أن الإنسان خصوحتي يحتاج أنك تقرأ شخصية أو الأخر دياله فمن الصورة يكفي أن تكون عندك هواية أنا من رأييي أنا كيف كنت أدعم الكلام ديال الأخ أنا ماشي بتعروره لا ماشي ما موغيش نختلف معك أنا أرأي أن تعرفت على الصورة أكثر فربما تعرف أطباع ذلك الشخص وإن لم يكن موجود في حياتنا الآن رأيي شخصي وأنتم أعقدكم يعني فعلوا معه ولا لا نعم وتعرف عليه أكثر وربما يعني طباعه الشخصية تبرزها في ملامح وجهه ولا في وقفته ولا في يعني على حسب الشخص اللي غالي ترسمه مدام يعني مثلا أن هذا الشخص هذا فهو كان حاضر في الزمان هنا وحاضر في مني كانوا ألاتي ديال التصوير فلا داعي أنني مثلا أنني نتر أنني نبحث عنه على كيف كان ونسوي الناس على ملامح يعني سر مدور داليل أطلبت منك ترسمه أبقيت لي شي صورة وحاولت ترسمها ألن تستحضر طباعه الشخصية ألن تستحضر المدرسة السريالية فتخيل معي ترسمه أحد أنت ما بحثتش عنه ولا تعرف هذا الشخص فقط رأيته عن بعد ربما تكون الصورة ناقصة لا ما تكونش ناقصة لا ننظر لحنا إلى الشكل ولكن عبر الصورة لابد أن أقرأ روح الآخر ولا لا إلى الشي مثلا في الصورة أكيد غريت قرار روح ذي هذه الموناليزة لوحة يعني لحد الأرنى أجد المقاعد أنا نقول لك يعني سر جمالية الموناليزة نظر إليها من زوايا مختلفة رؤية عين ذاك الفتاة فهمتي فكين بزاف الحواج اللي منحوها ذاك السوكس اللي عندها فبالتالي أنا فكرتي وصافي وبغيتو نتجاوزوها غا نتجاوزوها نمشي معك المنشورات دائما وأبدا شفنا أينشتاين هذه الصورة دي الفتاة اللي تحدثت عنها قبل قليل أربع أيام أنا معلق في اسمع ليش أخوي أنا معلق في ذاك الكورزي والذاك الرافعة كرسن فيها وأياك تقول لكم حشوم عليكم شجعون أتمنى تشجيعاتكم فرحونا باش نزيدوه في هذه الليب لنات تاللغة اللي كتكتب فيها تختار لغة مزيج بين الدارجة واللغة العربية وش مقصودة ولا غاجاتها كما معك على الله لا أكيد مقصودة لأنه مدام احنا كنا نشغل في واحد الميدان اللي يسمي شوفان الشارع وغرافيتي فأكيد يعني حتى من كلمات بعض الكلمات كتحاول أنك تتبسطهم وكلمات اللي الساهلين واللي يعني عام مجال اللي كنا نشلمو بهم نحس دائما الناس شارع ديالنا صحيح وخاصة بهذا المشروع ديال الجداريات الشوارع مزيان الناس ديال الأحياء يعرفوا ويكونوا يعني كتعرف حتى بغض النظر عن مستوى الثقافي يعني كل شيء أكيد يعني لأنه مدام نشكل تدير واحد فن ديال الشارع وخصوصا يعني مثلا أنا كنحاول أن نرسم شي حاجة اللي اللي يقدر يفهمها الكبير صغير اللي واعي اللي ما واعيش يعني لا كل شيء بساك تخرج من البورتري عيقتي شي شوية لا ممكن نخرج يعني ماشي حاليا دير شي مدينة قديمة بأسوارها العتيدة بكذا علش الله أكيد أكيد غير حاليا يعني أنا دبا مثلا في هذا المرحلة هذي غالين في المرحلة هذي غالين في البورتري من تزال المرحلة ندوز أو تحني الحويجات ان شاء الله وأكيد يعني قبل منها را كانوا يعني ماشي غير من زمان أنا كنرسم يعني الأبواب ديال مدينة سالار ريبار الصويراء يعني كنرسم بزافي الحويجات غير اللي كي خليني يعجبني لبورتري هما يعني ذلك الملامح التعبيري وحتى أنهم كوصلوا رسائل كتر يعني ما مثلا من أكيد يعني مثلا واحد المعلامة التاريخية اللي يرسمها هذه كراءة لا نقاشة فيها أنا عندها واحد المكانة كبيرة بدون أننا ما نحتاج أنني نرسمها ولكنني كنرسم مثلا واحد شخص يعني اللي ربما يعني نساوه الناس وحتى أن نفكرهم فيه هذا هو يعني المغزى من هذا التخصص في البورتري يعني ما وخافا من الشارع تنويع ما غديش يعطي إضافة نوعا ما أو حتى كما قلنا يمشي مثلا البحر منظر سلة وهي مطلة على البحر مثلا يمشي الأسوار الطريقة ذلك النمط ديال البناء أو الهندسة المعمارية ربما تكون جاذبة للناس أكثر في هذه المبادرة ذي الرسومات وجدارية الداخل الأحياء الشابية هو كيبقى على حسب البلاصة اللي كيكون فيها البورتري فمثلا في هذا المكان هذا اللي فيه هذا البنت هذي فكنشوفوا أنه وحد الحي شعبي كيخصوا واحد الصورة اللي ربما تكون متناسقة مع هذوك الناس اللي تماكنها فبحال مثلا الأبواب كيخصهم مثلا شي شارع كبير شي حاجة اللي كيدوز عليها وهو قل لك يعني المشروع مستمر يعني يقدر يمشي المناطق أخرى طبيعي ربما مشي المنطقة أخرى ونقدر المنطقة أكثر من غير المنطقة أخرى من منطقة مدينة السلاة مثلا المدينة أخرى ونرسم باب ديال ونرسم السلاة ونرسم السلاة ونرسم السلاة باب دير السواء. دير واحد حوار ما بين المدن. يعني حوار ما بينه. يعني وأنك تكون مثلا هنا في سلا رسم مثلا شخصية يعني أمازيغ. يوم في مثلا الأمازيغ ونرسم شخصية صحراوية. يعني يكون واحد تنوع على ولي زمان لك يجبني أكثر. تعكس ديك الفسيفسات يا المجتمع المغربي. نعم. وكتجعلي يعني حتى ديك نقوي يعني في ديك ديالتعايوش. يعني يعني المغاربة كاملين يعني واحد. تقدر تلقى صورة سوسي في مدينة بحلفاس ولا هذا. وتلقى الفاسعة والتاني بالصوب كذا في جهات سوسة. هنا هدرتي على الخط العربي وصفتيه بنزهة العيون وريحانة القلوب من أعمالي بالخط العرب مؤسسة تعليمية. هدرنا عليها قبل أقلين. حاول نشوف ردود فعل الناس. كيف تعلق ربما على ما تقوم به من أعمال. هنا نشوف عمل رائع بالتوفيق أخي على فكرة. ويش انتال اللي قال الفوق. فين الفوق ما عرفتش. ننتظر مركرم بصمتكم في المركز الثقافي في سلل جديدة. كل التقدير. ابدأ آخر بأنام الفنان مراد درشان دالي. مصطفى وهبي. بارتاجة ديكتصويرها الجميلة جدا. دي الامرأة اللي تحدثنا عنها. بعد التعليقات مواقع عديدة تحدثت عن عن الجرافيتي وعن هذه الجداريات اللي أصبحت تزين مدننا. ألترا صوت. هناك يهدروا على فن الجداريات. شوارع المغرب. تتحدث. جرافيتي في المغرب. بات هذا الفن يظهر في الأون الأخير في شوارع المغرب بقوة لافتة. خاصة أحياء الفقيرة. نشوف أيضا عدد من المواقع الأخرى اللي تحدثت الضفة ثالثة. جدار في الرباط حين يزدهر فن الشارع. تهدي جدارية جميلة جدا. هاسبرس. صلطت الضوء على شباب طنجة الذين يحولون أحياء بعروس البغاز للوحات فنية. عبر مقال الجميل عبدالواحد ستيتو. أيضا هاسبرس خصت فيديو ربما لهذه الجداريات التي بالفعل أصبح فنا مستقلا ويقدم لمسة جمالية لمسة بهية لمدننا ولأحيائنا المغربية.